تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 479 طن مواد غبائية وغير غبائية وضبط أكثر من 86 طن سلع غبائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرزو مكرونا في مجال حجب السلعي الاستراتيجية كما تم ضبط أكثر من 45 طن دقيق مدعم وسكر في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 174 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 98 طن حديد تسليح و20 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء بالإضافة لضبط 50 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء